إذن اليوم حديثنا عن الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية ومستقبل هذه الصحافة اليوم حبينا نعرف منك في البداية كيف رح يكون وشو هو الوضع الحالي لصحافة سواء العالمية العربية وفي الأردن تحديداً أولاً شكراً على استضافة سعيد في معياتكم للصحافة الورقية يعني للأسف نحكي عربياً ومحلياً ودولياً لم تواكب التطورات بالشكل المطلوب كان هناك في عقل بيدير بعض المؤسات الإعلامية الدولية والعربية استطاعت أن تكون لها القدرة على التكيف السريع في استقلال الإمكانات الموجودة في الثورة الرقمية لكن أغلب الصحف ومنها الصحف الأردنية ذهبت لهذا الاتجاه متأخرة وعندما ذهبت إلى هذا الاتجاه ذهبت على سبيل أنها تنسخ ما تكتبه على النسخة الورقية وتحوله إلى نسخة رقمية مع اختلاف الجمهور ولم تدرك أن اختلاف الجمهور مثلاً أن الذين يقرؤون على الشبكة الرقمية ما عنده وقت تقرأ 1200 كلمة فذهبت باتجاه أنها تعمل ذات النسخة لكن هذا التطور البطيء نحو الله أدى إلى وجود مشاكل حقيقية في الصحف الورقية مشاكل الأسبابها متعددة نحكي عن قيادات تلك المؤسسات وقدرة على التكيف نحكي عن تأهيل وتدريب الصحفيين الموجودين في تلك المؤسسات وقدرتهم نحكي عن بث دماء جديد بهذه الصحف للأسف كل هذه الأسباب تراكمت تدخلات حكومية متعددة تراكمت حتى أدت إلى تكون الصحف الورقية بهذا اليوم وخاصة مع جائحة كورونا من الأزمات التي تعاني منها خاصة في قضية تدفقها المالي نعم التي تدفقها المالي أدى إلى عدم وفاء تلك الصحف بالتزاماتها سواء كانت في دفع الرواتب أو التزاماتها لإدامة عملها نعم فهذه الأزمة أزمة مركبة في كثير أطراف الصحفين ملامين قياداتها ملامة الحكومة ملامة المحتوى وتمرير المحتوى فهي للأسف مع جائحة كورونا كل هذه الأسباب عجلت في تلك الأزمات التي كنا نرى ملامحها قبل أزمة كورونا قبل الأزمة كورونا عجلت في حصول قبل الانقطاع في صدار الصحف لأنه أزمة مركبة أنا بدأت أتوقف على موضوع المحتوى اللي أنت ذكرته في ختام جوابك ما يميز المحتوى الرقمي هو الفورية يعني الخبر هلأ صدر وهلأ منعرفه المتلقي يعرفه بشكل فوري والمواطن أو اللي ماسك هذه الشاشات هو أصبح زي ما حكينا بشكل الأشكال هو صحفي هل هذه تعتبر أحد أهم المسببات بتراجع حضور الصحافة الورقية أنه إحنا بطلنا نستنى الصباح نعرف الأخبار يعني أزمة الصحافة الورقية هي أزمة إدارة المعلومات كل صحيفة ورقية عندها موقع إلكتروني فهذه مش حجة يعني أنا عندها موقع إلكتروني لديها كمان حضور على شبكات تواصل اجتماعي لكن كيفية إدارة هذا المحتوى هنا تأتي مهارة العاملين بالصحف أن هذه المعلومة توضع على الطاولة يتم معالجتها على الموقع الإلكتروني كخبر عاجل لكن أن نذهب بهذا الخبر بعد 24 ساعة وفرضو على الصفحة الأولى على أساس أنه سبق صحفي بعد 24 ساعة هذا هو المشكلة يجب أن نذهب بمحتوى كل ذراع من أذرع هذه المؤسسة بشكل مختلف يتواكب مع الجمهور ويتواكب مع الآنية ويتواكب مع سمات هذه الوعاء الصحاف الورقية هي ويعالة توصيل المعلومات لا يجوز أن تنشر الصحف الورقية على صدر صفحة الأولى خبر تم استهلاكه وتحليله قبل بيوم على الإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإلكترونية وتذهب به تنفرد فيه ثاني يوم هذا هو سبب هجرة الناس للصحف الورقي يجب على الصحف الورقي أن تذهب بإتجاه أن تكون وثيقة تحل الموراء الأخبار معالجة المعلومة معالجة المعلومة ومعالجتها بشكل يعطي القارئ الخلفيات يعطي مزيد من المعلومات وكذلك يعطي أثر ذلك القرارات على المستقبل ومستقبل حياتي الشخص يبحث عن المعلومات اللي تهمه أينما كانت إذا وجدها في الصحف الورقية تجد تأكد تماما أن بروح برشرة هي الصحف الورقية وبحاول يقتنيها ويستفيد منها إذا وجدها على الموقع الإلكتروني وجدها شبكات تواصل اجتماعي وجدها على الإذاعة وجدها على التلفزيون فهذا التنوع اللي بالصحف أجزع عن قيام بي في بعض الأشخاص بيحكو لك أو مدرسة بتحكي لك أنه إحنا لما بدنا نعرف إذا الخبر صحيح أو لا لازم نقرؤه بين إيدينا صحيح يعني هاي ميزة الصحف الورقية يجب أن تتمسك فيها لكن عليها معالجتها معالجتها بطريقة أنه من السلس فقط أن الخبر يصدر من مصدري الصحيح لكن لدينا كذلك التعليق على هذا الخبر من مصادر موثوقة نعم عندي وقت أنا لثاني يوم حتى أعلق على هذا الخبر من مصادر موثوقة المهارات الصحفيين أصبحت الآن يمكن الخبر يصدر عن وزارة صحة عن رئاسة الوزراء ممكن ينزل هذا خبر مصدره صادق ممكن ينزل المحتوى تبعاً المؤتمر الصحفي ينشر يبث مباشرة على شبكات تلفزيون لكن كما الصدق تبدأ من كيفية التعليق على هذا الخبر ثاني يوم من مصادر موثوقة مصادر إلىها قدرة على الإضافة وعلى استشراف المستقبل وبناء بذهن القارئ المعلومات كيف تسلسلت وما هي تأثيرات على المستقبل بهذه الطريقة حتى الصدق حتى المحتوى يجب أن تتعامل معه الصحافة الورقية بشكل مختلف من خلال التحليق على ذلك الخبر وليس فقط من خلال مصدر الذي نشأ عنه ذلك من حديثك أستاذ خالد معناته إحنا إذا بدنا الصحف تكمل سواء كانت صحافة ورقية لازم هي تطور مع الصحف اللي عم تشتغل حاليا والمواقع الشغالي حاليا فإحنا لازم نغير القوالب الصحفية اللي ماشيين عليها موضوع الخبر والخبر العاجل هذا بالصحف بطل موجود لأنه المواقع عم بتوفرها شاشات التلفز الصحف عندها مواقع الضبط والصحف عندها مواقع وأيضاً كمان ذكرت نقطة هيكها كانت مهمة كتير بأنه يمكن الكوادر اللي موجودة حتى في الصحف هي يمكن ما بدنا نقول إنها غير قادرة ولكن في مشكلة بتطور التكنولوجي يعني مثلاً لنضوع هذا المشكل صحي للأسف العزمة المرت فيها الصحف الورقية بقرارات مجلس الإدارات كانت للأسف غير سليمة أول ضبط للإنفاق كان عدم التعيين فلحنا بالصحف نعاني من عدم التعيين كوادر وبث دماء جديدة واستفادة من الكبرات التقنيات وشبابنا الموجودين في استفادة من تلك الكبرات في الثورة الرقمية تم الاعتمال أول شيء لضبط النفقات ووقف التعيين بنحكي عن عشر سنوات هذه أدى إلى وجود فجوة ومعدل الأعمار بالصحف الورقية هو معدل عالي فما فيه جيل بسلم لنصعب المواكب ما فيه جيل بسلم لجيل عشانك ما قدرنا نروح باتجاه أن تتحول هذه المؤسسات الصحف الورقية المؤسسات العالمية بمعنى أن تكون لديها القدرة على التعامل مع المعلومة بشكل مختلف أنا بحط المعلومة على الطاولة الشبكات التواصل الاجتماعي بتأخذها بشكل إنفوغراف أو فيديو قصير الموقع الإلكتروني بأخذها على شكل خبر عاجل نسخة البي دي أف ممكن تكون فيها توسع أكبر في التحليل لأنه ممكن أن أكتب عن صفحة أو صفحتين أو ثلاثة بسبب كل فت الطباعة ممكن تكون فقط صفحة واحدة موجودة على نسخة الورقية يجب على المؤسسات الصحف الورقية أن تتحول وتبدأ تبني معنى متأخرة لكن ما زلنا نملك الفرصة أن تتحول إلى مؤسسات علامية شاملة لها أذرع تكون فيها النسخة الورقية أحد أذرع هذه المؤسسات وتكون تذهب بالعمق إلى ما وراء الأخبار تحليلها تحقيقات الاستقصائية إلى استشراف المستقبل مقالات معمقة الترجمات الموجودة التي لا يستطيع الشخص الوصول إليها إلا من خلال وصولها كمان في نقطة مهمة أنك تقرأ القبر بعد تقوله المزيد من المعلومات يدخل على المتفاصيل يزيد من المعلومات وزيد من التفاصيل الموقع الإلكتروني موجودة في النسخة الورقية تذهب أنك تعمل شبكة تشبيك ما بين الموقع الإلكتروني نسخة البيدي أف ونسخة الورقية نعم أستاذ خالد بشكل شخصي بتقرأ من الصحف الورقية أو المواقع؟ أنا بقرأ الصحف الورقية بستمتع برائحة الورق يعني ما زلت ملتصق الصحف الورقية نعم عندنا مجموعة من الأشخاص شاركون بتجربتهم إذا ما زالوا ملتصقين بعادة شراء الصحف اليومية الورقية أو انتقلوا إلى المواقع للحصول على المعلومات خلينا نتابع الصحف اليومية والجرائد الأصل إنها تكون موجودة لأنه إشي من التراث وإله طاريخ بس مع وسائل التكنولوجيا والتطور يعني حتى أنا بطلت صرت أفتح على اللابتوب وأقرأ اللي بذيها فهي يعني وسائل التكنولوجيا الجديدة هي إلى حد ما خربت على الصحف بس هو يعني إلها تاريخ وإلها هستوريا حرام إنها تندتر والله بالنسبة للصحف يعني صارت هي أكثر إشي عادة يعني الناس فيه ناس كثير بعرفها أنا بتشتريها عادة يعني هسا في الوقت الحاضر ما لهاش لازمة عشان كله على النت بطل حدي يقرأ الصحف واللي بيشتريها يعني بتصير بس عادة الجديدة فيها الواضيع ثقافية وسياسية واقتصادية وكل شيء مالية كل إشي فيها الجديدة فيها ثقافة الصحف الورقية أنا بحسها أنها خلصت محلت لأنه صار هلأ النت داخل في كل أمور الحياة على التليفون على التعب اللاب أي مجال بتلاقي أي خبر بالدكية والمواقع كثيرة بس الواحد يشوف الإيش الموثوق فيه قبل ما يدخل عليه بحس أنه بطل في حد باستخدمهم هلأ اللي بعمري أصلاً ما بنستخدمهم من قبل بس مثلاً أجداد نو هيك بطل حد يستخدمهم كله صار على التلفونات والإنترنت والله في ناس بتحب القراءة الجرائد وفي ناس ما بتحب على هالفيسبوك وعلى هالوستب الصحف الورقية أنا برأيي حالياً ضعفت يعني مو مثل قبل يعني حالياً هو عصر الإنترنت وعصر الموبايل وعصر الحاسبة فهي برأيي بدأت تطموحه لما على الأسف تدريجياً الصحف الورقية قديماً يعني كانت تعبر يعني حتى هون السنترال قريب مننا نهان كانت يجتمع فيه الأدباء ويجتمع فيه كثير من الحكماء فالصحف الورقية دائماً كانت تعبر كانت تعطي مقالات كثيرة كانت فيها تحقيقات كانت فيها شيئاً كثيراً مفيدة للإنسان والمواطن اليوم انتقى للوضع إلى الصحافة الإلكترونية للأسف كل منها بوضع يكتب فيها لذلك يعني كثير من الأشياء اللي بكتبوها على الوسائل للتواصل الاجتماعي لا تمت الحقيقة بصلة لكن أيام الورقية كان كل كاتب اسمه موجود عموده موجبود وهو مسؤول عن كلامه وكان يوثق كلامه لازم تضلها هاي الثقافة الثانية إلهاش دخل بالموبايل ما بيغنيها ما بيغني عنها أبداً نهائياً والله الصحافة كويسة بتعطي يعني فكر ممتاز يعني بتعرف الأحداث شو بيصير حواليكي والأخبار العالمية والدوء اللي بفلح في الأردن يعني مثلاً يعني يعني تتنور في الأحداث اللي بتصير يعني بتعرف شو بيحصل فيها الدنيا يعني فالصحافة كثير يعني ممتازة يعني هذي كانها مدرس يعني لا هلا الإلكتروني حلو هي هذيك حلو يعني ما في شي تستغني عن شي يعني ما بتقدري تحطي شي بدال شي لا هاي إلا شي وهي إلا شي أنا بصراحة ما بقرأ بالصحف ولا بجرائد لأنه بصراحة صار استخدامنا الأكتر على السوشيال ميديا سواء عن التلفزيون أو الموبايل أو البيسي لابتوب فصار نحن استخدامنا الأكتر أو الوقت الجلوس سمعنا على الأشياء هاي أكتر من الورقيات والأشياء هاي حتى أخدت وقت منها من موضوع صلة الرحم والاجتماع والأشياء هلا أنا ما باستخدم الجرائد كتير والصحف يعني هلا إذا فيه خبر إيه بفتح وبقرأ طبعا هلا هو الأحسن أنه ما يعني مات القراءة الشي مفيد للناس بس نحن هلا بسبب التكنولوجيا اللي صايرة والموبايلات والتابات وهيك ما عصار فيه وقت لهذا الشي إذن مع بعض تابعنا تعليقات الناس وآراءهم بالصحف الورقية وهل رح تكمل أو لا ولكن سيد خالد حبينا نعرفك ونعرف من حضرتك ويعني أنت عضو في النقابة نقابة الصحفيين شو هو الدور اللي عم تلعبوا نقابة الصحفيين في الوضع الحالي اللي عم تمرؤ في الصحف الورقية يعني نقابة الصحفيين كانت تلمس أن المشكلة قادمة وكانت تضع لها حلول وكانت بتحاول أن تساعد المؤسسات الإعلامية حتى تصمت وتزيل المعيقات كنا نطالب دمان أن كل كلف أنك خلال زيادة إيرادات الصحف أولا عليك أن تخفف كلف الإنتاج كنا نطالب دائما أن تكون الورق والأحبار ومستلزامات إنتاج الصحف الورقية معفاة من كل الضرائب الموجودة لتفرضها الدولة بأكثر من طريقة قضية ثانية أن الإعلانات الحكومية أو الإعلانات القضائية أو حتى الإعلانات تأتي كاملة للصحف ولا يكون هناك وسطاء ما بين تلك الإعلانات لأن أغلب من دخل الصحف يذهب إلى ما يسمى السماسرة ما بين مصادر الإعلان والصحف الورقية فكنا نطالب أن هذه الصحف تكون لديها أذرة إعلانية مباشرة تحصل على تلك الإعلانات بدون أن يكون لديها قصومات عالية يستفيد منها البعض على الأساس أنها يكون وسطاء ما بينهم القضية الأهم أن نطالب دائما نسعى إلى أن تكون هناك حول النسخة الورقية هي ويعاء لتوصيل المعلومات عشان كنا نقول كل ما كان هناك محتوى ملتصق بهموم الناس أن الصحافة تعالج مشاكل الناس وتلتصق فيهم وترتقي بمستوى الثقافة الشعوب وتلامس همومها وتعالج الناس كل ما التصق الناس بتلك المؤسسات الإعلامية سواء كانت هي اللسخة الورقية فقط ويعاء لتوصيل المعلومات سواء لكن أنا كصحيفة أو كمؤسسة إعلامية وكصحيفة ورقية وممكن أثبت وجودي على من خلال أدرع 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 متحدثة فكل ما تعددت الأدرع كل ما كان نحن ندعم باتجاه أن تكون هناك أدرع تدهيل تدريب الكوادر الموجود فيها وقف تغول الحكومات المتواصلة على الصحف الورقية من خلال فرض محتوى واحد عليها أو الطلب منها أن تكون تدور دائما في فلكها بكثير من المبررات أن لا تدور في فلكها بالعكس هي ممكن أن تعين الحكومات على توصيل نبض الشارع للناس فهذه القضية هي قضية مركبة ومتعددة تعقيبا على العين التي استعرضناها بالتقرير تفاوتة الإجابات بين التعرض أو التعرف على الأخبار من خلال الموقع أو الصحف السؤال الأخير لحضرتك بعد عشر سنوات من الآن هل نتوقع اختفاء الصحافة الورقية أم ستبقى حاضرة ولكن البقاء للأقوى والبقاء للأثكى بطريقة التعاطي مع المعطيات المستقبلية بإيصال المعلومة بطريقة واكب هذا العصف إذا تركت الصحف الورقية تدير نفسها بنفسها وتواكب تطورها ولديها قيادات تستطيع الاستثمار بالكلمة والمعلومة تأكد أنها ستبقى لكن إذا بقيت تدار بنفس الطريقة التي تدار فيها اليوم تدخلات قيادات الضغط عليها بالمحتوى وكذلك الضغط عليها بأنها تدور في فلك السلطة التنفيذية تأكد تماما أنها سنقتفي شوي شوي لكن نحن ندعو دائما أن تدار هذه الصحف من خلال قيادات أو قيادات الشابة وخلق قيادات جديدة حتى تكون هذه القيادات تستطيع أن تسلم هذه الراية من جيل إلى جيل نحن نحتاج إلى دماء جديدة نحتاج إلى قيادة جيدة نحتاج إلى أن تكون هناك إرادة سياسية بالدولة أن هذه الصحف لا يجوز النظر لها على أساس أنها شركات خاصة زي ما كان قيل بآخر فترة بالعكس هي مؤسسات وطنية لها دور وطني يجب لا ينظر لها بمردودها المالي بقدر ما ينظر لها إلى مردودها السياسي هذا ينطبق ليس فقط على الصحف الوراقية بينما على الإذاعات والتلفزيونات يجب النظر للإعلام على أساس أنه شريك شركة استحق الدعم حتى يكون نادي بصندوق لدعم الإعلام الأردني وأعتقد صارت هناك في أكثر من رأي بهذا الصندوق وإذا وجد هذا الصندوق تأكد تماما أنه سيكون الإعلام مستقل في أمن معيشة للعاملين فيه ومش بس إحنا راح نصدر كفاءات إعلامية ونستطيع أن نستثمر في الإعلام الأردني نعم إذن شكراً لوجودك معنا أجساد دخال الدكضاء وعضو مجلس نقاب الصحفيين الأردنيين إن شاء الله يعني هيك الرؤى تبعتكم تقدروا تحقيقوها بما يصبي مصلح الصحافة والإعلام وكل إحنا شكراً على الاستضافة شكراً لك أستاذ يعطيك ألف عافية